حقيقة المشروعات لما بتكمل بيكون أساس الدراسة سليم ولما يكون أساس الدراسة سليم بيتم اتخاذ قرارات سليمة زي ما حارك قلنا وبيبدأ ضخ استثمارات رهيبة طيب مركز بحوث الصحراء دوره بيتم التنصيق مع الجهات البحسية المشاركة في مثل هذه الدراسات وإعداد التقارير وتحليل التربة الخاصة بيها من خلال معامل مركز بحوث الصحراء حقيقة يمكن لما نزلنا مشروع الجزء الحركة شرطي للدلتة الجديدة كان الهدف منه دراسة المنطقة دي من خلال الدراسة الاكتشافية اللي احنا عملناها لقينا أساساتنا في الأراضي قالوا إن المنطقة وعدة وكان تم إجراء بعض البحوث البسيطة على المنطقة من قبل وكان مؤشر إن المنطقة دي منطقة وعدة للتنمية الزراعية وليها العديد من المقومات الحقيقة مقومات التنمية في الدلتة الجديدة كانت بتدعو للفخر وبتدعو لسرعة الانتهاء من هذا المشروع وعدم تعصره في أي مرحلة من المراحل لأن احنا عندنا إنه يمكن لو رجعنا شوية كده الموضوع تشكة من 97 كان المشروع تشكة متعثر ما كانش فيه أدنى شك فيه جودة المشروع وأهميته لإضافة رقع زراعية لمصر كبيرة ولكن التمويل اللي كان في أحد البنية التحتية أعتقد كان السحارة أو غيرها وده وقف المشروع حوالي فترة كبيرة جداً لقصور في التمويل وليس قصور في البحوث والدراسات ومن هنا سرعة إنجاز الأعمال ده بيؤدي أن الفند الموجود أو التمويل اللي موجود ممكن نستغله في سرعة إنجاز وإحنا محظوظين في الفترة دي بمتابعة سيادة الرئيس للمشروع هذه المشروعات لأنه هو بيوفر من موازنة الدولة المصرية لكل الدعم المادي لتنفيذ المشروعات دي فأزازتنا لما نزلوا والخبراء لما نزلوا الأراضي دي ولقوا أن المنطقة وعدة زي ما قلنا وأشارنا بدأنا نشتغل في الدراسات الخريطة الأولانية يمكن أنا كنت محظوظة أن كنت أحد أعضاء الفريق البحثي اللي كنا بنشترك فيه دراسة هذه الأراضي فكنا نزلين الأول 650 ألف الدان يعني ده أقصى حلم كنا ممكن إحنا نحصل عليه من هذه المنطقة وإحنا نستصلحها ونبدأ نزرعها ونضفها للرقعة الزرعية اللي بيميز ده واللي خلانا إحنا يعني يكون فيه سرعة لإنجاز الأعمال ويكون منطقة وعدة أولا المساحة كلها على بعضها مساحة واحدة وبالتالي تجانس الطربة والأرض بتأدي إلى أن دايب مشروع متكامل لأن أحيانا بيكون عندنا إعاقة لمساحة يعني إحنا بندرس بعض المشروعات بنلاقي فيه مثلا 20 ألف الدان كويسة لكن بعدهم 30 ألف ألف الدان غير صالحين ثم بعدهم فده بيبقى مكلف جدا في نقل البنية التحتية للمثل هذه المناطق لكن مشروع الدلتال الجديدة بيتميز أن المساحة كلها مساحة واحدة في تجانس في التربة بالنسبة لمثل هذه المشروعات فدأنا ندرس لقينا 650 ألف الدان نسبة الأرض الصالحة فيهم للزراعة تتجاوز 97% يمكن الأرض بدأنا نشتغل عليها وكانت يمكن أرض وعدة مشروع متكامل زي ما قلنا أرض كبيرة مساحة كبيرة نقدر ننفس فيها فكر جديد نستخدم فيها الميكانة لأن أحد العوائق اللي بتتم فيه استخدام الميكانة الحديثة هي تفتيت الحيزات لكن لما يكون عندي مساحة كبيرة أقدر أبدأ أشتغل على الري المحوري أقدر أشتغل على نظم الري الحديثة أقدر أستخدم الميكانة الزراعية في عملية الحصاد والزراعة وبالتالي أبدأ أوفر من العمالة تكلفة العمالة وفي نفس الوقت أفتح فرص عمل بإضافة قيمة مضافة لهذه المنتجات ثم بعد ذلك أقدر أقوم على مثل هذه المشروعات ببنية القيمة المضافة بالصناعات الزراعية وبالتالي بيبقى مشروع متكامل هنا أقدر أقول عليه مشروع متكامل لما يكون المساحة على بعضها وبين مساحة طيب ساعدنا في إيه دا؟ غير جودة الطربة غير توفر مصادر المية غير أن الأرض متجنسة ساعدنا البنية التحتية اللي كانت متوفرة للمشروع أولا قرب المشروع من القاهرة هو على بعد 90 كيلو أو 100 كيلو من القاهرة وبالتالي على محور رئيسي محور رود الفرج الضبعة وكان المحور أنشئ ثم قربه من المواني لأننا الهدف من مثل هذه المشروعات زي محركة شرطي هي توفير سلع ومنتجات زراعية قبل للتصدير مع بعد الاكتفاء من الاستخدام المحلي أو الوطني طيب عندي مواني عندي طرق عندي مصادر قهربة عندي بنية تحتية تساعدني في أن أنا أنقل المية يبقى إذن دا مشروع نقدر نقول عليه مشروع ملاق مشروع متكامل نقدر نبدأ نشتغل عليه بدأت الدراسات 650 ألف فدان وصلت لمليون فدان وصلت لمليون وربعمائة فدان لغاية لما وصلنا ل2 و2 من 10 مليون فدان ليه مشروع كبير؟ ليه يمكن بعض الناس بيقولك أنتو بتخاموا قوي في المشروع ما ياما مشاريع لا مش ياما مشاريع لأن حضرتك اللي 2 و2 من 10 مليون فدان بيمثلوا 25% من مساحة مصر إزرائي مصر على مدار تاريخة بالكامل استصلاحة حوالي أو بتزرع في حوالي من 9 إلى 10 مليون فدان على مدار 100 سنة ودي مساحة نظر مشروع واحد في منطقة واحدة 2 و2 من 10 أقدر أشتغل عليه تصنيع إزرائي أبدأ أشتغل عليه إحنا بنسمهوش مشروع لا إحنا بنسميه مشروع تنموي جديد أولا جذب مزيد من السكان ونخرب من الوادي والدلتة في مكان قريب من القاهرة 100 كيلو مش بعيد في ظل وجود محاور سهلة وهو ساعة لربع بالزبط من القاهرة بنبدأ نشتغل عليه على المحاور دي طيب توطين 5 مليون مواطن ده رقم مش قليل إن يتم توطينهم في مثل هذه المنطقة إن المشروع يقوم عليه زناعات تحولية ومصانع حيوفر فرص عمل قد إيه ثم بعد ده كله عندنا منتجات هنسد الفجوة في بعض المنتجات اللي موجودة عندنا وبعد كده هنصدر يبقى عندنا التصدير تكلفة النقل هتكون قليلة بعض المحاصيل الخضر وغيرها بتحتاج سرعة في النقل ووصولها ليه المواني عشان موضوع اللي لا تتلف وبالتالي هيكون إحنا عندنا دور مهم جدا للبنية التحتية هتساعد في نجاح هذا المشروع